أحسن الله إليكم يقول هذا السائل فضيلة الشيخ بالنسبة للإنسان الذي يصلي ولكنه لا يخشع وإنما يؤديها حركات ويؤديها في وقتها هل تجوز منه الصلاة؟ نعم يجب عليها أن يصلي وأما الخشوع هذا لا شك أنه مروح الصلاة وهو المطلوب لكن إذا لم يحصل فلا يترك الصلاة يصلي ويكتب له من الأجر بقدر ما حضر فيه قلبه ولا تسقط عنه الصلاة نعم